السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى ان تكونوا في افضل الاحواد هذا الفيديو مخصص المستوى الخامس ابتدائي هو الفرض الثاني الاسدس الثاني من خلاله سوف نراجع مجموعة من الدروس الاعداد الكسرية الضرب والقسمة قياس الزمن يعني تحويلات جمع وطرح الاعداد الستينية الاعداد الصحيح الطبيعي والعشرية الضرب والقسمة ايضا التناسبية نستعمل معامل التناسب ونحسب النسبة المئوية تكبير وتصغير الاشكال تنظيم معالجة البيانات التماثم المحوري والازاحة والوحدات الزراعية الهكتار والار والسنتيار لنبدأ على بركة الله بالسؤال الاول اضعوا وانجزوا مما يلي جمع الاعداد الستينية نجمعوا كل واحدتين على حيضة يعني التواني لوحدها الدقائق لوحدها ثم الساعة لوحدها ستة زائد اربعة عشر نحتفظ اربعة زائد واحد خمسة واحد ستة بالنسبة للدقائق اثنان واربعة ستة واحد زائد اربعة خمسة بالنسبة للساعة اثنى عشر زائد ثمانية عشرون يجب ان لا اتجاوز ستين يعني يجب ان اصل الى تسعة وخمسين فقط مثلا تسعة وخمسون ثانية مقبولة تسعة وخمسون دقيقة ايضا اتركها ولكن اذا تجاوزت هذا العدد فانا اجري هذه التحويلات ستونة ثانية هي هي دقيقة ساوضيفها الى هذه الدقائق تصبح سبعة وخمسون دقيق والتواني تصبح سفر ثانية لن اكتبها وعشرون ساعة اكتبها ليس هناك مشكل في الساعة لانها اصغر من اربعة وعشرين ساعة الان طرح الاعداد الستينية الدقائق والساعات ليس هناك مشكل مداما هذا العدد موجود في الاعلى كبيرا 50 أكبر من 21 سوف اطراح بالشكل العادي 3 eloquhoca 15 eloquhoca نمره لعملية التنمية بالضرب 530 33 E 8 ile 5 24 3 ثلاثة وعشرون أعود للسطر أضع نقطة وأضرب في ثلاثة ثلاثة في ستة تمانية عشر أضع ثمانية وأحتفظ بواحد ثلاثة في سبعة واحد وعشرون وواحد اثنان وعشرون ثلاثة في أربعة اثنى عشر واثنان اربعة عشر ثم أجمع صفر ستة عشر ثلاثة اثنان واحد ستة واحد لدينا رقمين بعد الفاصلة أحسب رقمين وأضع الفاصل السؤال الثاني أحسب واختزل كل ما أمكن ذلك لدينا ضرب عددين كثريين خمسة عشر على أربعة في أحد عشر على ثلاثين هنا يمكن أن أختزل خمسة عشر مع ثلاثين يعني إذا قمنا بعملية التفكيك خمسة عشر ضربة في أحد عشر أربعة وثلاثون هي خمسة عشر في اثنان أختزل خمسة عشر مع خمسة عشر يبقى في البسط أحد عشر وفي المقام أربعة في اثنان تمانية هذا بالنسبة لعملية الضرب الآن عملية القسمة القصر الأول لن يتغير أكتب ستة عشر على واحد وعشرين القسمة تصبح عملية ضرب والقصر الثاني أكتب مقلوبة يعني ثلاثة تصبح في المقام وثمانية في البسط أكتب ثمانية على ثلاثة لسهنك اختزال إذن سوف أستعمل عملية الضرب مباشرة أضرب البسط في البسط وأضرب المقام في المقام تمانية في ستة تمانية وأربعون تمانية في واحد تمانية وأربعة اثنى عشر واحد وعشرون في ثلاثة ثلاثة وستون السؤال الثالث عبارة عن مسألة ورس ستة إخوة أرضاً زراعية فقاموا بقسمتها بالتساوي بينهم أخذ كل واحد منهم مساحة تبلغ ستة عشر فاصل خمسة هكتار كم تبلغ مساحة الأرض التي وريتوها كاملة إذا اعتبرنا هذه القطعة الأرضية على شكل قطعة مستقيمة ونقسمها على ستة يعني سوف تقسم بالتساوي على ستة إخوة نصيب الأخ الأول الثاني الثالث الرابع الخامس والسادس إذن عندي ستة قطعين متساوية كل قطعة مساحتها ستة عشر فاصل خمسة هكتار يعني كل واحدين حصل على نفس النصيب مساحة القطعة الأرضية هي مجموع هذه المساحات الستة يعني جمع متكرر استعمل الضرب المساحة هي ستة عشر فاصل خمسة مضروبا في ستة بالهكتار ستة في خمسة ثلاثون ستة في ستة ستة وتلاتون وتلاتة تسعة وتلاتون ستة في واحد ستة وتلاتة تسعة لدي رقم بعض الفاصلة فاصلة هنا يعني تسعة وتسعون هكتار التمرين الرابع مسألة أيضا ذهب مونير لأحد الأسواق الممتازة فوجد لافتة مكتوب عليها تخفيض 20% بمناسبة عيد الأضحى على تلاجة كبيرة الحجم من نوع سامسونج حيث أن ثمنها الأصلي قبل التخفيض 9000 درهم وحسب مبلغ التخفيض مبلغ التخفيض هو أن نكتب النسبة المئوية على 100 من المبلغ الأصلي مضروبة في المبلغ الأصلي يعني هذه الكتابة يمكن أن أخذها من التناسبية 20% معناها أن أي منتج ثمنه 100 درهم لهذا سميناها مئوية 100 درهم سوف نخفض فيه 20 درهم التلاجة تمانوها ليس 100 درهم بل 9000 درهم كم سنخفض فيها؟ إذن نضرب 20 في 9000 ونقسم على 100 وهذا ما كتبناه هنا إذن 2 في 9 18 الصفر الأول مع الصفر الثاني يكتبان هنا حصلنا على 1800 درهم كمبلغ للتخفيض لتبسيط المعنى أكثر إذا اعتبرنا أن ثمن ثلاجة ممثل بهذه القطعة قيمتها 9000 درهم يعني الثمن الأصلي قبل التخفيض بعد التخفيض سوف يصبح الثمن أقل يعني القطعة إذا بدأت من هنا تتوقف في مكان ما هنا ما نبحث عنه هو هذه القطعة الصغيرة لكن هذا الفرق هو مبلغ التخفيض الذي وجدناه الآن 1800 درهم إذن للحصول على ما تمثله القطعة الصغيرة نأخذ 9000 ونطرح منها 1800 هذا هو الثمن الجديد للتلاجة الثمن الجديد للتلاجة هو تسعة آلاف ناقص 1800 تساوي ننجز عملية الطرح إذن صفر ناقص صفر ناقص صفر ناقص صفر صفر ناقص ثمانية نضع الاحتفاظ وننزله هنا عشر ناقص ثمانية اثنان تسعة ناقص اثنان سبعة إذن ثمن التلاجة بعد التخفيض هو سبعة آلاف ومئة درهم إذن كما رأيتم أصبح أصغر من الثمن الأول قبل التخفيض وحولوا الوحدات التالية إلى الوحدة المطلوبة سوف نستعمل جدول التحويل الذي فيه الوحدات الزراعية رسمنا جدول التحويل هنا في الأسفل ينقص هنا الوحدات الزراعية إذن الهكتومتر مربع هو الهكتار هذا هو الهكتار والآر ثم السنتية 0.12 ديكامتر مربع يعني الصفر من الوحدات في الدكامتر مربع هنا يعني في هذه الخانات أضع وحدات كل قياس إذن صفر في الدكامتر مربع هنا صفر فاصلة 12 سأحول إلى الصنتيار الصنتيار هنا إذن سأزيل الفاصلة الأولى وأضع فاصلة هنا يعني 12 12 صنتيار 24 هكتار 4 في الهكتار الهكتار هو الهكتومتر مربع يعني هنا 4 وهنا 2 سأحول إلى الصنتيار الصنتيار هنا 4 أصفر 240 ألفا القياس ثالث 16.22 متر مربع يعني هذه الستة لقم وحدات في المتر مربع هنا 16.22 سأحول إلى الأر الأر هنا يعني سأضع الفاصلة صفر فاصلة هذا العدد بأكمله صفر فاصلة 16.22 نمر للتمرين السادس أرسم تكبيرا للشكل بمقدار 2 التكبير هو أن أضرب إذا المقدار 2 يعني أضرب الكل في 2 يعني إذا كان هنا عندي 1 2 3 4 5 عندي 5 تصبح 5 في 2 10 هنا عندي 3 تصبح 3 في 2 6 هنا مثلا عندي تربيعتين 2 تصبح 2 في 2 4 تربيعة واحدة تصبح 2 1 في 2 2 إذا نبدأ هنا عندي 5 5 في 2 10 إذا نحسبه من هنا كي يكون عندي متسع في الأسفل 3 5 6 7 8 9 عشر إذا هذا هو الضلع الأول الذي كان خمسة وبعد التكبير أصبه عشر 3 سوف تصبح 6 ثلاثة الأولى وثلاثة الثانية 6 2 سوف تصبح 4 4 نصعد بواحد يعني نصعد باتنان هنا واحد نحو اليمين يعني اتنان نحو اليمين أصعد بواحد يعني اتنان نحو الأعلى هنا اتنان اثناني في اثناني اربعة وهنا واحد واحد في اثناني اثنان اذا هذا هو التكبير هذا الشكل تكبير للشكل الازرق بمقدار اثنان وهكذا اعزائي نكون قد انهينا انجاز هذا الاقتراح هو المراقبة المستمرة التانية للأسدس التاني اشكركم جزيلا الشكر على متابعتكم وتشجيعكم مستمر يضغطوا زر الاعجاب من فضلكم واذا كنتم لأول مرة تتعرفون على القناة اضغطوا زر الاشتراك كي يصلكم كل جديد اترككم في رعاية الله والى اللقاء